بعرف منين أن أنا مش متوازن قلبك دليلك، مشاعرك دليلك أول ما تبدأ تحس أنك متدايق، مخنوق، مش مستحمل اعرف أن في حاجة اختل توازنها الأفكار مصنع كبير جداً كل ما فكرنا كمان حتى الأفكار بتساهم في عدم التوازن ساعدت تستسلم للأفكار اللي جواك والفكرة بتصنع شعور الفكرة قبل الشعور، يعني بتجي لك الفكرة تلاقي نفسك اتخنقت فكل ما تعاملت مع الفكرة قبل ما تصنع شعوري مشاعري لجوايا كل ما نجحت في أني أهدي مشاعري فاتعامل مع الفكرة بحياد ما تخليش الفكرة تجيب لك شعور وحش ساعدت حصرنا أفكار كلها عدم توازن كل ما خدت بالي من الفكرة كل ما قدرت أسيطر على مشاعري وأخليها في اتجاهات أجمل كل ما استعادت توازن استعادت التوازن الأساس فيه زي ما قلنا كده النقطة الأولى التوازن بين السكون والحركة خلي عندك أوقات تسكن فيها تتأمل تهدى وتحس إحساس حقيقي بقى أنه إيه الحياة كلها مستهلة جدا ومش مستهلة خالص مستهلة جدا مسئولياتك الكبيرة اللي عليك اللي لازم هتعملها في الجوانب كلها ومش مستهلة خالص إنك تزود كل حاجة عن حجمها الحقيقي حط كل حاجة في حجمها الحقيقي وما تتوقعش ما تتوقعش توقعات مفرطة ساعة أبقى أنا مستني حاجة بتوقع يعني مثالي أو توقع إنه ده هيحصل دلوقتي فلان هيجي دلوقتي فلان هيتوقع من جواك أنت بقى لما تكون متوقع حاجة كل ما سيطرت على توقعك منك من نفسك كل ما كان توقعك مبني على توازنات جواك أنت عارفها لكن انتظرت توقعاتك من الآخرين غالبا هتتعب كتير توازن في انتظار توقعاتك من الآخرين وحتى في توقعاتك من نفسك برضو توازن الرحمة بالنفس مهم جدا ما تحطش خطط حياتك وفقا لتوازنات الآخرين لأن الناس بتاخدنا في اتجاهات كتير جدا كل واحد بياخدك في اتجاه اللي هو عايزه اللي مرتاح له كل ما شفت اتجاهك أنت وعملت شبكة علاقات متوازنة بكل الناس واللي تقدر توقف جنبه وقف جنبه بجودة مش بتضيع وقت وما تديش اهمية كبيرة جدا لا بالقبول الشديد ولا بالرفض الشديد لحاجات كتير في الحياة ممكن تأزينها كتير يعني ما تديش فرط اهمية او فرط رفض ده مشكلة كبيرة جدا النقطة الاساسية اللي فاكرين كنا اتكلمنا فيها كتير اللي هي ما تحكمش تخلص من احكامك الاحكام بتتعب صاحبها جدا وبتأسره تيجي تغير موقفك بعد تغير المدخلات يعني حاجات جديت لقي نفسك ايه انت متورط في حكم لا ما تحكمش انت مش جهة حكم اصبر وانتظر وما تبنيش حكم ابني تفضيلات جواك انت تجاهل اشياء والاشخاص لان ساعات كتير حاجات بتتغير حوالينا واحنا تورطنا في حكم اعلننا انه كذا وكذا فنيجي نتخلص من تورطاتنا دي نلاقيها صعبة جدا فلا ما تحكمش تعامل بتفضيلات تناسبك وقول كده انا بتعامل بتفضيلات تناسبني الافضل لي كذا لكن مش حكمي على اللي قدامي هو كذا النقطة بقى الخطيرة جدا في التوازن هي الذكريات المؤلمة كتير مننا اكتر نقطة تخليه مش متوازن في مشاعره هي ذكرياته المؤلمة والذكريات المؤلمة خلاص بقت كلها مشاعر لانها ركزت جوانا قوي اول ما تتصالح مع الذكريات المؤلمة دي وتعرف ان هي جزء من دروس الرحلة مفيش حد هيتعلم بسهولة كلنا بنتعلم بذكريات بعضها حلو جدا لطيف جدا وبعضها مؤلم جدا لكن الزاكرة البشرية ساعة تفتكر الوحش اكتر ما تفتكر الحلو لانها نفسها في الحلو على طول ما يبقاش ذكريات تصالح مع ذكرياتك المؤلمة وخد منها درسها كل ما خدت منها درسها كل ما توازنت ما شاعرك بقيت متوازنة وساعات الجملة اللي دايما اقولها لنفسي واقولها لكل اللي حوالي ساعات كتير ذكرياتنا المؤلمة مع اشخاص ازونا او دايقونا بتبقى سبب تطورنا الاكبر من الاشخاص اللي ما عملوش لنا اي حاجة ساعات اللي يضرك هو اللي بينفعك على المدى البعيد قصة كده عجيبة هم دول ادوات رحلتك هم دول دروسك وخبراتك اللي لولاهم ما كنتش بنتها النقطة التانية في التوازن هي المقارنات الانسانية كلنا عايزين نبقى كويسين بس كلنا بنقع في ورطة التوازن المقارنة مع الاخر يا اما انا اقول انا احسن منه او انا وحش منه لو احسن منه افضل اقول لا ما بيعملش حاجة لا مش خالص هو دوره في حياتك كده اعمل اللي عليك انت بس اعمل وخلي ليك افضليات في معاملاتك مع الاخرين وما تقعش في ورطة المقارنات دي ورطة كبيرة جدا جدا الجملة اللي لازم اختم بيها لان واضح نحن هنكمل تاني لان التوازن ده كبير جدا جدا فقدان التوازن خلل في المشاعر وفي الفعل في الجسد في اجسامنا في صحتنا في مستوانا واقتصادياتنا فقدان التوازن مشكلة كبيرة جدا تقبل اللي فات وخد منه دروسه خطط لمستقبلك بأدوات كتير امنحها لنفسك واستفيد من اللي فات في خطة المستقبل لكن تعيش ايه بقى؟ تعيش الحاضر تعيش اللحظة تعمل اللي تقدر عليه لو مرت اللحظة من غير ما تضيف لنفسك حاجة فيها يبقى الوقت ضع يبقى اللحظة دي بقت ماضي بعد لحظة تانية وبقت ماضي بلا إنجازات وبقت ماضي يديقني برضو لإيه؟ إيه دا ما عملش حاجة في حياتي إيه دا الوقت بيعدي ومبعملش حاجة عشان انت فوت اللحظة دي أقبل الدروس اللي فاتت والذكريات اللي فاتت واتصالح معاها تماما وأخد خبراتها أخطط للمستقبل لكن الفعل في اللحظة أعيش اللحظة واستفيد منها جدا هنكمل الإسبوع الجيه ترجمة نانسي قنقر